على خلفية الاستفتاءات الروسية بالمناطق الاوكرانية الولايات المتحدة تتعهد برد سريع وحازم اذا ضمت موسكو اي اراضي اوكرانية هذا التعهد جاء في بيان للرئيس الامريكي جو بايدن الذي اعلن ان الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لفرض اجراءات اقتصادية اضافية سريعة وحازمة ضد روسيا اذا اقدمت على تلك الخطوة بايدن اعتبر ان الاستفتاءات الروسية سورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم مناطق من اراضي اوكرانيا بالقوة كما اشار الى استمرار بلاده في دعم الشعب الاوكراني وتزويده بالمساعدة الامنية لمساعدته في الدفاع عن نفسه ضد الهجوم الروسي وفي اوكرانيا حث الرئيس فلاديمير زيلنسكي العالم على ادانة ما وصفها بالاستفتاءات الزائفة التي تنظمها روسيا ستفاعل العالم بشكل مناسب تماما مع الاستفتاءات الزائفة ستتم ادانتها بشكل قاطع بالنسبة للتعبئة التي يحاول المحتلون تنفيذها الان في شبح جزيرة القرم ومناطق اخرى من اوكرانيا يسيطرون عليها مؤقتا هذه ليست جرائم عادلة ضد القانون الدولي والقانون الاوكراني انها جرائم ضد اشخاص محددين ضد دولة وبدأت روسيا الجمعة تنظيم استفتاء يهدف الى ضم مناطق لوجانسك ودونتسك وخيرسون وزابوريجيا ومن المقرر ان يستمر التصويت في تلك المناطق حتى الثلاثاء المقبل ويأتي التصويت على ما اذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد ان استعادت اوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات كبيرة في الشمال الشرقي من البلاد وذلك في خضم المعارك التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي اشتركوا في القناة